جهود دولية لإنهاء الأزمة اليمنية تأتي في ظروف مختلفة عن سابقتها ربما يدخل اليمن هدنة جديدة بعد إعلان المبعوث الدولي عن تلقيه تأكيدات من جميع الأطراف التزامها بوقف الأعمال القتالية الاتجاه إلى وقف إطلاق النار سيكون هذه المرة بشكل جزئي لمدة 72 ساعة من المقرر أن يبدأ سريانه ليلة الأربعاء تقول المصادر أن الرئيس هادي أبدى موافقته على الهدنة لكنها أيضا موافقة مشروطة أكدها وزير خارجيته عبد الملك المخلافي لا هدنة في اليمن ما لم تتوقف الميليشيا عن وقف إطلاق النار وتفعيل لجنة التهديئة ورفع الحصار عن تعز وهذه هي أبرز الشروط التي ما تزال تقف عائقا في طريق الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار نفس المطالب تبدو في جعبة الطرف الآخر المتمثل بتحالف الإنقلاب الحوثي وصالح حيث يضع في طريق السلام عراقيل متعددة إذ يشترط توقف عمليات التحالف العسكرية ورفع الحصار تبدو الإشتراطات الجديدة القديمة في مسار العملية السياسية التي يدفع بها المجتمع الدولي في اليمن هي ذاتها في ظل تمهيد لعملية سياسية دولية واسعة ترعاها الأمم المتحدة بغرض التوصل إلى حل سياسي الأمر الذي يزيد الاهتمام بمصير اتفاق وقف إطلاق النار ويمنحه بعدا سياسيا يوازي قيمته العسكرية والميدانية في ظل الأوضاع المتدهورة وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد ترجمة نانسي قنقر